اهلا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة انضاين كل عام وانتم بخير احنا داخلين ان شاء الله باذن الله على شهر رمضان المعظم عاده الله علينا باليوم والبركات النهاردة معنا درس جديد والقواعد النحوية وهناخد مع بعض النهاردة اعراب الفاعل المدارة طبعا يا جماعة احنا عارفين نظام الامتحانات الفترة اللي فاتت في الشهور اللي فاتت ان احنا بنعتمد على الاختيار من متعدد فالاسئلة اللي هجلنا ان شاء الله باذن الله شهر ابريل هتبقى عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد نفس النظام بتاع الشهر اللي فات نخش مع بعض في الدرس على طول ونشوف مع بعض اعراب الفاعل المدارة انا تركيزي كله هيكون على الفاعل المدارة الطالب لازم يكون وهو شغال وهو بيقرأ وهو بيذاكر لازم يحدد يفرق ازاي يميز ما بين الفاعل الماضي والفاعل الامر والفاعل المدارة هي دي مشكلة اللي احنا بنوع فيه ان الطالب مثلا لما هيجي يقول له الفاعل المدارة المنصوب في الفقرة او في القطعة او في الجملة يجيب له مثلا اتنين فاعل ماضي وفاعل امر وفاعل مدارة تلاقي الطالب يطلقبط ويطلع فاعل تاني خالص غير اللي مطلوبه هو طالب منك فاعل مدارة احنا عندنا قولنا قبل كده هنقول كده بسرعة شايف هو كده الفعل المضارع هو الذي يبدأ بعلامات المضارعة او حروف المضارعة اللي هي بتختصر في كلمة انايتو اللي هي تبدأ بالهمزة عفوا وتبدأ بالنون والياء والتاء زي احبه ويحبه ونحبه وتحبه اصومه ويصومه ونصومه وتصوم هنا ده الفعل المضارع لازم اقدر ان انا احدد زمن الفعل المضارع طب احنا الفترة اللي فاتت كلها سنة ربعة وسنة خمسة كل كان تركزنا على اعراب الاسم يعني كل تركزنا الفترة اللي فاتت اذا كانوا مفعيل او مبتدأ او خبر وانواع الخبر في الترمي الاولاني لكننا لم نتطرق الى اعراب الفعل المضارع انا عندي الفعل المضارع له تلات احوال في الاعراب الحالة الاولى في اعراب الفعل المضارع انه يرفع وينصب ويجزم الفعل المضارع له كم حالة اعراب يرفع وينصب ويجزم طب ايه الفرق ما بينه ما بين الاسم وجه الاتفاق بين الفعل والاسم في الاعراض ان الفعل يرفع وينصب ويجزم اما الاسم فهو يرفع وينصب ويجر يرفع الاسم يتشبهني في الرفع والنظل يعني الاسم زي وزي الفعل في الرفع والنظل الاسم بيترفع الفعل بيترفع الاسم بيتنسب الفعل بيتنسب لكن في الحالة الاخيرة الاسم يتجر لكن الفعل ما بيتجرش الفعل عندي بيتجزم طب انا عرف ازاي احنا عندنا هنا لما نيجي نقولها بحاجة بسيطة كده لما كنا بنيجي نعرف فعل مضارع دايما في الامتحان كنا نقول لما تيجي تديي لك الاعراب اعرف بزمن واس يعني لم يقولك كتب أقوله فعل ماضي بس وسكت يعمل فعل مضارع وسكت اذهب فعل أمر وسكت طيب انا عندي الماضي والامر افعال غير معربة افعال مبنية يعني ايه مبنية يعني ايه علامة بناء لكن الوحيد اللي معرب هو الفعل المضارع هو الفعل المضارع عندي تلت احوال عندي الحالة الاولى انه يرفع والحالة التانية ينصب والحالة التالتة يجزم طب متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم الفعل المضارع يرفع اذا لم يسبقه اداة نصب او اداة جزم الفعل المضارع يرفع اذا لم تسبقه اداة نصب او اداة جذب يبقى هل انا اقدر اعرف انه هرده الفعل المضارع ده مرفوع الا لما اعرف ادوات النصب وادوات الجذب اه يبقى انا لازم ابدأ الاول بالادوات اللي بتنصب والادوات اللي بتجزم عشان ما دونه ذلك فالفعل مرفوع يعني طالما انا ملاقيتش ادات نصب وملاقيتش ادات جذب يبقى الفعل المضارع ده مرفوع وهناخد مع بعض علامات النصب وعلامات الجزم هنبدأ الأول بأدوات نصب الفعل المضارع الفعل المضارع عشان ينصب لابد له من أدوات تنصبه يعني أنا لما يجي يقول لي أو يطلب مني الفعل المضارع اللي منصوب لازم أدور على الأداة ما دورش على الفعل أقول تاني لما يجي يطلب مني أنا عاوس فعل مضارع منصوب ما بدورش على الفعل المضارع لكني بدور على الأداة أدور على الأداة إيه هم الأدوات اللي عندي اللي بتنصب لي الفعل المضارع عندي أول أداة أن تاني أداة لن تالت أداة كي رابع أداة حتى خمس أداة لم التعليم هي دي بس أدوات النصب لعندنا أدوات نصب مش أنا أخدها مش مقررة علينا إحنا عندنا أدوات نصب تانية غيرها هناخدها كمان خمس سنين أو أربع سنين فلما يجي عندي هنا أن ولن وكي وحتى ولم التعليل أنا النهاردة أنا بدور لما يسألني الفعل المضارع ده أعربه إيه ببص بشوف الأداة اللي موجودة قبله بشوف الأداة اللي موجودة إيه قبله هل هي أداة نصب هل هي أداة جزم ما فيش أداة نصب ما فيش أداة جزم يبقى الفعل المضارع ده مرفوع في أداة نصب يبقى الفعل المضارع منصوب في أداة جزم يبقى الفعل المضارع مجزوم تعالوا نبص نشوف جمل مع بعض الجملة بتقول إيه لن يقصر التلميذ في المذاكرة لن يقصر التلميذ في المذاكرة الجملة التانية بتقول أذاكره أذاكره كي بص بقى ركز معايا كي أهي أنجح أذاكره كي أنجح أهي نكتهده حتى نتفوق لاحظ حاجة بقى هنا لما جا أقول لك طلع طلع أداة النصب اللي موجودة عندي ماشي أدي أهو لن أهي لن أداة نصب وأداة النصب اللي في الجملة التانية كي أداة من أدوات النصب وعندي الأداة التالتة حتى يبقى عندي أوتوماتيك سريعا ما بعد هذه الأدوات فهو فعل مضارع منصوب فهو فعل مضارع إيه فعل مضارع منصوب طيب قال لي طب منا عندي فعلين هنا موجودين في الجملة إيه هما قال لي أذاكر في الجملة التانية ونكتهد في الجملة الأولى هل هنا يتأثر الفعل الأول بأداة النصب التي تليه إحنا قلنا لأ قبل كده دايماً أي أداة في الدنيا يعني الحروف الجر كانت بتجر الإسم اللي بعدها مش اللي قبلها فبالتالي أداة النصب هتنصب الاسم الفعل اللي بعدها مش اللي قبلها يبقى أنا عندي الفعل دون اللي هو أذاكر ده مالوش دعوة بأداة النصب كاي والفعل نكتهد مالوش دعوة بأداة النصب حتى اللي موجودة معايا في الكلام ده طيب قال لي امال نكتهد هنا اعرابه ايه واذاكر اعرابه ايه انا عندي هنا هو الفعل نكتهد والفعل اذاكر مفيش قبليه اي اداة مفيش قبليه اي اداة الهوى ما هواش اداة يعني واحد يقول لك ايه طب ما هو اذاكر هنا مش ممكن مفيش اداة فيه قبليه ايه هوا فيه قبليه ايه هوا يبقى هنا الفعل المضارقة ده مرفوع عرفت مني اني مرفوع اني مفيش قبليه لأداة نصب ولا أداة جز امال انهو اللي منصوب قال لي الفعل انجح والفعل نتفوق والفعل يقصر اركز معايا بقى تاني هو يبقى انا عندي امتى الفعل المضارع يكون منصوب قال لي اذا سبق بادات نظب طب ناخد جمل تانية مع بعض ونشوف هتمشي ازاي وبعد كده نقول اعراب ازاي انصب الفعل المضارع او علامات نظب الفعل المضارع بص بقى اركز معايا هنا احب الا الا يكذب احد احب الا يكذب احد لينال ثقة الناس لينال ثقة الناس قال لي هنا انا عاوز اطلع الفعل المضارع اللي ايه اللي منصوب الفعل المضارع اللي منصوب قال لي اهو الاختيارات اللي عندي احبه ولا يكذب ولا ينال والا الاولى والثانية والثالثة والثانية والثالثة ركز معايا بقى هو انا عندي كم اختيار عندي اربع اختيارات اللي احبه اللي لا يكذب احد لينال ثقة الناس هنا الجملة عندي كم فعله هو قال لي عندي ادي واحد اتنين تلاتة هما دول الافعال اللي موجودة عندي فين الفعل المضارع حضرتك اللي منصوب قال لي احبه ليس قبله اداة نصب او ايه او اداة جذب لانه جاي قبله هوا يبقى دا غلط طب يكذب قال لي فين ان مفيش ان فين كي مفيش كي فين حتى مفيش حتى فين لم التعليل مش لقي لم التعليل يبقى الفعل المضارع دا منصوب او منصوب قال لي يوم الفين الاداة قال لي قال لا خلي بالك بقى من دي دي اللي بتوقع الناس قال لي الله ما حضرتك لما ادتنا دلوقتي ادوات النصب ادتني ان ولن وكي وحتى ولم التعليل طب انا هنا لما اجي قولك ايه احبوا ان يصدق الناس احبوا ان يصدق الناس في اقوالهم طب انا عايز العكس احبوا ان لا يكذب الناس يبقى معنى كده ان قلة دي تساوي ايه تساوي ان زائد لا تساوي ان زائد ايه زائد لا يبقى انا عندي هنا بص خلي بالاك اهو ان انا عندي قلة برضه بتنصي بالفعل المضارع قلة تنسب الفعل الايه بتنسب الفعل المدارع ازاي بتنسب الفعل المدارع قال لي لانها اصلها ان منفية اصلها ان ايه منفية اركز بقى جماعة قال لا مش الا قال لا امو همزة من فوق مش الا الا همزة من تحت يبقى انا اركز يبقى انا عندي يكذب فعل مدارع منصوب ايه تاني قال لي لينال ثقة الناس اللم دي هل دي لم التعليل قال لي اه طب اعرف منين قال لي اشيلها وحط مكانها كي اشيلها وحط مكانها ايه كي لو نفعت تبقى دي اداة نصب يبقى ينال فعل مضارع منصوب يبقى انا عندي كم فعل مضارع منصوب اللي يجذب وينال يبقى الاجابة اللي عندي ايه الثانية والايه يبقى انا عندي هنا لما نيجي نقول ادوات نصب الفعل المضارع يا جماعة. عندي ان ولن وكي وحتى ولام الايه? لم التعليل. ان ولن وكي وحتى ولام التعليل. طب انا عايز ازود لها حاجة الا. انا عاوز ازود لها حاجة الا. يبقى انا عندي النهاردة لما يجي يقول لي ادوات النص بالفعل المضارع. ان ولن وكي وحتى ولام التعليل. وعايزك تزود لها الا. قال لي ما الا هي 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 ايه? اقول له لا زودها كمان معاك عشان ما تتلعبطش انت في الامتاع. تمام يا جماعة? اتفقنا? طيب هنا عندي طيب فيه عندي مشكلة في لامة تعليل بارو ايه هي لما اجا اقول اهو لابد ان يذاكر الطالب للحصول على الدرجات العليا فين هنا الفعل المضرع المنصوب او عندي كم فعل مضرع منصوب الطالب بتاعنا قال في ان اهو يبقى عندي ادات نصب الفعل المضرع يبقى انا عندي اول فعل مضرع منصوب عندي ايه يذاكر ليه يذاكر عشان مضبوك بان واحد تاني غلط وقال لي الحصول فبقول له ليه ما انا عملته له غلط قال لي مش دي لامة تعليل مش هي بمعنى كاي طب ما هي كاي ايه كاي الحصول مش دي سبب الحصول قلت له لأ ان ده اسم اصلا ده ايه ده اسم ده اسم فاللام دي حرف جر اللام دي حرف ايه حرف جر مهيش ايه لامة تعليل اللي احنا بنقول عليها يبقى انا اخلي بالي يا جماعة ان لامة تعليل ممكن تدخل مع اللامة حرف الامر اه مع اسف مع اللامة حرف الجر يبقى انا اركز اني لازم اللي انا هطلعه يكون فعل مضارع وليس ايه اسم يبقى انا عندي الفعل المضارع الوحيد اللي موجود عندي اللي منصوب الفعل ايه يزاكر طيب علامات نصب الفعل المضارع انا عندي كم نوع من الانواع الافعال انا عندي ثلاث انواع من الافعال عندي فعل حرف الاخير صحيح عندي فعل حرف الاخير صحيح وعندي فعل حرف الاخير وو او الف او ياء وعندي فعل الاخر وو الجماعة والف الاثنين والناس اطلق باطت طب بص بقى معاي لما يجي يقول لي مثلا ايه يذاكر ويسعى ويرجو ويقضي يذاكر انا بكلم ده على علامات نصب الفعل الايه الفعل المضارع يذاكر ويسعى ويرجو ويقضي انا عندي الفعل ده اللي اخره ريه زيه زيه يكتهد زيه زيه يعمل اي فعل اخره حروف غير الالف والواو والياء بنقول عليه فعل صحيح الاخر بنقول عليه فعل صحيح الايه الاخر اي فعل ينتهي باي حرف غير الالف والواو والياء بنقول عليه فعل صحيح الاخر لكن اي فعل ينتهي بالف قال لي هي دي الف اه طلبنا تقطعها يسعى يبقى دي الف ويرجو دي واو ويقضي دياء الافعال التلاتة دول بنقول عليها افعال معتلة الايه معتلة الاخر افعال معتلة الايه الاخر اي فعل غير كده اسمه صحيح الاخر ايه الفرق قال لي ان الفعل صحيح الاخر علامة نصبه الفتحة علامة نصبه الايه الفتحة اي فعل مضارع مسبوك باداة نصب مسبوك باداة نصب ويكون صحيح الاخر يعني ايه صحيح الاخر يعني لا ينتهي بالف او واو او ياء يبقى علامة نصبه الفتحة صحيح كده تمام كده تمام كده قال لي طب اذا كان معتل الاخر انا عندي كم حرف علا النهاردة عندي ثلاثة الالف والواو والياء الالف والواو والياء قال لي الالف علامة نصبه الفتحة ولكن المقدرة لكن الايه المقدرة ليه المقدرة لان مشقدر انطى الفتحة في حرف اخر والف ما ينفعش اقول يسعى ا ما ينفعش اقول يسعى ا عشان كده بقول الفتحة بقدر ان الفتحة موجودة لكنها لا تنطق الفتحة هنا موجودة ولكنها لا ايه لا تنطق لصعوبة نطقها مع مين مع الالف قال لي لكن مع الواو والياء قال للفتحة العادي الظاهرة اللي انا بنطقها عادي اللي انا بنطقها ايه عادي يبقى انا ما ينفع اقول يارجوا ويقضيا يبقى انا عندي اهو الفعل المضارع هيجيلي على اربع احوال يا اما صحيح الاخر يا اما معتل الاخر بالالف يا اما معتل الاخر بالواو يا اما معتل الاخر باليا واحد اتنين تلاتة الاولى والتالتة والربعة علامة نصبه الفتحة الظاهرة علامة نصبه الفتحة الظاهرة يعني ايه الظاهرة يعني التي تكتب وتنطق التي تكتب او ترسم وتنطق زي ذاكرا يجتهدا يعملا انا كتبت الفتحة او رسمت الفتحة ونطقتها طيب يرجوا برضو نفس الكلام ترسم وتنطق يقضي ترسم وتنطق لكن معتل الاخر بالالف زي يسعى وايه تاني انا عايز حاجة تانية غير يسعى ينسى يرضى ماشي هنا اخر والف قال لي طب البطة دي لا البطة دي مش والف البطة دي مش والف الالف ايه الالف نطق مش كتابة الالف نطق مش كتابة يبقى انا عندي هو يسعى يرضى الافعال دي الفتحة لا ترسم ولا تنطق لا ترسم ولا ايه تنطق يبقى علامة نصبه الفتحة الايه المقدرة فهمتوا الفرق ما بين الفتحة المقدرة والفتحة الظاهرة طبعا انا عندي نوع تاني من الافعال اللي هو الافعال الخامسة لكن ده هنعمل له فقرة لوحده هنعمل له حصة لوحده ان شاء الله هو ده اللي ايه هنقبل احنا عندنا نرجع مراجعة سريعة ادوات نصب الفعل المضارع ان و لن و كي و حتى و لام التعليل قلنا من لام التعليل دي بمعنى ايه بمعنى ايه كي بتيجي بمعنى كي و زودنا لهم اداء اللي هي أل علامات نصب الفعل المضارع قلنا احنا لغاية دلوقتي خدنا علامتين ايه هم الفتحة الظاهرة اذا كان الفعل صحيح الاخر او ينتهي بياء او ينتهي بايه بواب الفتحة المقدرة اذا كان ينتهي بألف اذا كان ينتهي بألف و قلنا ازاي الفرق ما بين الفتحة المقدرة والفتحة الظاهرة قلنا الفتحة الظاهرة هي التي ترسم وتنطق مع اخر حرف أما الفتحة المقدرة فهي لا ترسم ولا تنتق لأن الفعل بطبعه أننا بنطقه مفتوح الآخر يسعى يسعى مش هيتحمل الفتحة كمان مش هيقدر يتحمل الفتحة كمان ده بالنسبة لنصب الفعل المضارع يبقى أنا أول حاجة جماعة أول ما بشوف الفعل موجود عندي في الجملة بشوف قبليه في قبليه أداة نصب يبقى قول عليه فعل المضارع منصوب نروح بقى لجزم الفعل المضارع عندي جزم الفعل المضارع عندي ليه أدوات جزم عندي فيه أدوات جزم إيه هي أدوات جزم الفعل المضارع تعالوا نبصوا مع بعض كده القاعدة بتقول يجزم ألفال المضارع الصحيح إذا سبقته إحدى أدوات الجزم الآتية يجزم إحنا نشتغل على الفعل الصحيح يجزم ألفال المضارع الصحيح عرفنا بقى مميز ما بين الصحيح والمعتل اللي هو صحيح الآخر له اخر دال صاد سين ره واو ته اي حد امتى يكون معتل اذا كان اخر الف او واو او يا اخر الف او واو او يا زي قلنا يرضى ويسعى اخر الف يرجو ويدعو اخر واو يقضي ويبني اخر يا تعالوا نبص نشوف ايه هي ادوات الجزم لم ولام الامر ولا النهية في لما بس مش مقرر علينا لم ولم الامر ولا النهية ركز معايا بقى ببص نشوف بعد كده لم تفيد النفي في الماضي كل اداة وليها ها وليها ايه مدلول لن هي افادت طلب الامتناع عن عمل الفعل لم الامر افادت طلب عمل الفعل طيب انا هنا وقعت وقعة بسيطة ايه هي انا عندي اسمع عن اتنين لم لغة دلوقتي لم الامر ولام التعليل كيف اميز بين لام الامر ولام التعليل طب حاجة بسيطة جدا لم الامر بتدل على طلب عمل الشيء ولام التعليل بتيجي بمعنى كي يعني اللي هتيجي فيهم مش بمعنى كي يعني اهو بص نشوف مع بعض لم الامر احنا بنتكلم اهو لم الامر بمعنى لازم بمعنى ايه لازم او لابد ان خلينا في لازم لم التعليل اللي بتنصب اصلي مشكلة في ايه ان الاتنين كل واحدة فيهم لها وظيفة تختلف عن التانية لم التعليل بتيجي بمعنى كي طب ما تدينا جملة حضرتك عشان ما نطلق باش ما بين الاتنين اقول لك الجملة بسرعة اهو لما اجا اقول لتذاكر بص تركز معايا اهو لتذاكر اهو لتنجح اه اللي اتنين اللم جم ورا ايه اللي اتنين اللم جم ورا بعض اللي اتنين اللم جم ورا ايه بعض واحدة قال له لتذاكر لتنجح طيب لتذاكر الاولانية عم يا بمعنى ايه?قلي بمعنى لازم. طب تذكر التانية بمعنى ايه?قلي بمعنى كي.شيل اللام وشيل اللام وحط لايه? اللي احنا لابد ان تذاكر كي تنجح. لازم تذاكر كي تنجح. يبقى دي لم الامر? ودي لم الايه? ودي لم التعليم. طب ايه الفرق ما بين الاتنين? قال لي لم الامر بتجزي من فعل المضارع. يبقى ده مضارع ايه? ده مجزوم وده مضارع ايه لام التعليل بتنصب يبقى ده مضارع منصوب يبقى لازم افرق ما بين مين لازم افرق ما بين لام الامر ولام الايه التعليل لام الامر بتيجي بمعنى ها لازم اما لام التعليل بتيجي بمعنى كي لتحاسب نفسك قبل ان تنام هنا بمعنى كي تحاسب نفسك قبل ان تنام ولا لازم تحاسب نفسك قبل ان تنام لازم تحاسب نفسك قبل ان تنام يبقى اللام هنا لام الايه? لام الامر اللام هنا لام الايه? الامر لازم يا جماعة نركز احنا قلنا قبل كده النحو ما هواش مجرد سهم برميه وبنشر عالكلمة اللي انا ايه او بصوب عالكلمة اللي انا عاوزها لأ لازم اقرأ الجملة كويس زي ما انا بقرأ الحاجات يعني كلنا مانين نقرأ اي تليفون محمول بنشوف بتاعه نشوف البيانات بتاعته وبنعرف نطلحها منه وبنقرأ بايه? بنقرأ بحكمة بنزلين اي برنامج او اي لعبة بنشوف التعليمات بتاعت اللعبة وبنقرأ واحدة واحدة كلمة كلمة واكتب وادون انا عايزك في النحو كده الناس اللي بتقول المشكلة عندي في النحو مشكلة النحو الوحيدة ان الناس ما بتقراش الناس ما بتقراش لازم اقرأ ولازم اشوف الفقرة بتقول ايه او كلمة بتقول ايه او الجملة بتقول ايه ولازم احددها اعرف اميز الفرق المبين لان انا عندي حاجات دلوقتي بقت متدخلة في بعضها انا عندي لم الامر بتتدخل معلام التعليل بتتدخل معلام حرف جر طب هنقول لم الحرف الجر دي ما فيهاش مشكلة لانها جاية قبل اسم لكن انا عندي لمين عندي لمين واحدة فيهم بتجزم الفعل المضارع والتانية بتنسب الفعل المضارع يبقى لازم اقرأ لايه لازم اقرأ الجملة كويس عشان ما اقعاش لازم اقرأ الجملة كويس عشان ما اقعاش الدرجة السؤال بعشر درجات السؤال بعشر درجات الناس بتصوت للي ومين دول قالك لأن ابني غلطان غلطة واحدة وجاد تسعين من مية طب ما هي الغلطة بعشرة الغلطة بعشرة لازم يا جماعة نركز احنا بنقول ايه الغلطة الطالب زي المدافع غلطته بجون يبقى انا عندي اهو ده الميزة الفرق ما بين لام الامر ولا من ايه التعليل لام الامر ولا من ايه التعليل طب تعالوا نشوف الفرق ما بين لنهية ولنفية وانا عندي في لنهاية بتجزب الفعل المضارع وعندي لنهاية لا تؤثر في الفعل المضارع خالص هادي هو لنهاية لنهاية تجزب لنهاية لا تؤثر لا تؤثر في الفعل تماما مش بترفع لا تؤثر طيب الفرق ما بيني الاتنين قال لي اهو لا تقصر في الواجب الطالب لا يقصر في الواجب الفرق ما بين لا دي ولا دي قال لي الاولانية لنها هي لانها بتطلب مني عدم التقصير اما التانية فبتخبرني بايه باني ما بقصرش الطالب لا يقصر في عمل واجب قال لي طيب اجيبها ازاي قال لي هات المضاد بتاعها اذا كان مضاد النهي ايه امر لا تقصر مضادها قصر يبقى انا عندي هجيب المضاد بتاعها بسرعة عشان اعرف طيب لا يقصر مضادها يقصر اللي مضادها امر تبقى ناهي واللي مضادها مضارع تبقى ايه تبقى نافي النافي لا يؤثر في الفئل ايه المضارع اما النهي فهو يؤثر في الفئل المضارع ويجزمه ودي كانت اخر حاجة معنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله نكمل اعراب الفئل المضارع في الحلقة اللي جاية اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وكل عام وانتم بخير